يعادل صبري لتلقي العزاء في والدته شكري يتوجه للسودان للتجهيز لزيارة السيسي ونناقش ظاهرة مراكب الهجرة غير الشرعية في ضوء تحقيق شيفرة البرلمان يتضامن مع مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية والأهلي إلى نهاية دور أبطال أفريقيا تابعون دفاع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية والمحبوس احتياطيا في القضية رقم 441 قدم طلب لخروج أستاذ عادل من محبسه في سجن الأناطر علشان يتلقى العزاء في والدته اللي توفت يوم الاثنين نص الطلب الموجه لرئيس مصلحة السجون والمقدم من أحمد الخواجة أحد أعضاء هيئة الدفاع قال إن المتهم محبوس احتياطيا في سجن الأناطر الخيرية على دمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا وموعد التجديد القادم ليوم 4 نوفمبر وقال المحامي أيضا في الطلب أن والدة المتهم توفيد صباح الاثنين 22 أكتوبر وأرفق صورة من تصريح دفن الجثمان الأمر الذي معه توجهنا على الفور لمقر نيابة أمن الدولة وتقابلنا مع رئيس فريق التحقيقات في هذه القضية وكذلك المحامي العام لنيابة أمن الدولة وقدموا طلب لحضور المتهم مراسم دفن جثمان والدته وعزائها الحياة أنه الطلبات للنوارد منطقية وعادية جدا وبتحصل كتير حتى مساجين في قضايا جنائية وفي مختلف القضايا أخصى أن الراجل محبوس احتياطي يعني لسه لم يدن حتى الآن بأي تهمة خلونا نرحب من القاهرة بالأستاذ جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان برحب بك أستاذ جمال هل عند حقاك معلومات بخصوص مصير الطلب هل توافق؟ ما توافقش في أي رد تلقية وعادة الدفاع؟ أنا أستاذ تامر في الحقيقة لحد اللحظة دي يعني ما وصل لناش خبر أنه تم الاستجابة لي والعادة كان النهاردة في المنصورة وللأسف يعني والدة الأستاذ عهد التوفيط بالأمس أخته توفت من شهرين من الأسبوع اللي فات لما كان بيت يدد له كان قال يعني والدته كانت مريضة يعني مرض موت وطلب أنه نشوفه قبل ما تتوفر لم يسمح له والآن لم يسمح له بحضور وفاة والدته وذلك حضرتك والدته هو محبوس احتياطي وبقاله سبع شهور وعلى قضية تانية غير اللي اتحبث عليها في الأول وبعد يوم واحد من التأرير والدعاية الكذارة اللي عملوها على خنوات هذا النظام الإعلام الرسمي إنه فيه احترام لحوال الإنسان وللسجنة وإن الأحرار كنا لسه بارح التأجير ده اللي هو بيتكلم عن إنه السجون يعني فيها ملاعب وفيها خدمة صحية جيدة وإنه العالم كله بيحسد مصر على سجونها وإن اللي بره ناقص يقدمه طلبات عشان يتجنوا في سجون مصر دعاية كذابة وفرغة في وقت بيتعاقب الناس في الحافظ لأحتياته وبيحرم إنه يتلقى على والدته وهو لسه مش مدان وبقاله سبع شهور وأخته طافت من شهرين يعني هذا الحال المتوحش والمدرك الحقيقة يعني لا يقبله أي حد عنده ضميره أو أي حد يبرر له طيب الموضوع هل فيه شيء في القانونس جمال يعني بيحدد الموضوع يعني بيحط أي معايير لإنه الطلب ده يتم الموافق عليه في حالة كده وكده ولا هل الأمور كلها تقديرية للنيابة ولا لجهات التحقيق لا هو في النوع ده من الطلبات السلطة تقديرية لمصبحة السجون فهو جوادي عايز أقول لحضرتك كمان ويعني بوضوح وأنا محامي بالنر إنه حتى لو بينص عليه القانون ما فيش قانون في مصر الإيد العليا الآن لوزارة الداخلية على كل شيء على كل شيء على الإعلام وعلى القضاء وعلى كله لأن النهاردة الناس كثير واخدوا قرارات إفراج شو كان وهيسم محمدين وآخرين واخدين قرارات إفراج الداخلية كأنها بتسخر وتقول لا لا بإيرادة مش بإيرادة القضاء لم يفاجع عنه فإحنا بنتكلم مش بس على إنه ثم تتعلن الهدارة الداخلية ممثلة في مصباحة السجون لكن كمان التوحش ده في مواجهة يعني منتخدين مواطنين لهم كافة الحقوق مش مدنين في مواجهتهم للأسف يعني كل يوم الدولة بتتبت لنا يعني بشكل ساطع إنها دولة بوليسية لا تحترن قانون ولا حقوق إنسان ولا أزمية مواطنين طيب هو في النهاية أستاذ عالي صابري هو عضو في نقابة الصحفيين وعضو جماعة عمومية وكان رئيس تحرير المصر العربية أو مزالي المفروض وكان رئيس تحرير الوامد في النهاية هو راجل صحفي فطبيعي إن نقابة الصحفيين تقوم بدور في الحاجات اللي من النوع ده ولو حتى دور الضغط أو دور التضامن مع الطلب هل ده حصل في هذه الحالة؟ إحنا سمعين ده قالنا أكثر من أربع شهور من النقاب الصحفيين بيبذل مجهود على الأقل مش أولى عشران كل الصحفيين على الأقل على الصحفيين أعضاء النقابة اللي حصل في الحياة إن عدد الصحفيين اللي بيتحبسه وبيتخطفه وبيزيد لم يتحسن وضع ولكن يزاد عدد الصحفيين اللي موجودين يعني حتى الجزء النقابي أنا آسف وأنا بقول بوضوح إنه بعد ما كان زمان نقابة المحامين قالية الحريات تراجع دورها بقيت نقابة الصحفيين قالية الحريات تراجع دورها الآن ما فيش أصمى الحريات في مصر ولا نقابات بتقوم بالدفاع عن أعضاء ولا نقابة محامين ولا نقابة صحفيين ما فيش للمواطنين ده ما بيقوله غير ربنا وغير إسرارهم على الديموقراطية فيبقل لأزر نظام البوليس طيب أستاذ علي أيضا كان فقد شقيقته من شهرين هل وقتها برضو تقدم بطلب لتمكينه من زيارتها قبل الوفاء أو حضور مراسم العزاء ولا ما تقدمش وقتها لا ما تقدمش ما تقدمش لطلب لأنه كمان في الحقيقة يعني الداخلية دايما هو الرأي الموضوع الجوادي بالنسبة لها وليها سلطات واسعة فيه أنه ما بدرتش بدأ في حالات طبعا إحنا بنشوف يعني ما بقاش فيه يعني كنت أقول أيام السجون المرفهة لمبارك واللصوص والرموض بتوعه دور ده اللي كانوا مسجونين في ظل أوضاع خمس نجوم واللي ممنوع من الصفر بيقدم طلب وبيستافر واللي محبوس يعني بيجي أنا شوف يعني محبوسين من نظام مبارك تعربيات مكيفة مش عربيات المدى بتاعتها بل أنا شايفهم بعيني أنا شايف عياني على دي إنما عادل صبر للأسف تحت منتقد ومنتقد ومنتام الخاندق يناير فيجود فيجود عليه التوحش والانتقام وإهدار القانون دي يعني الراجل صدر له إخلاق سبيل في نفس اليوم حطوه على قضية تانية عشان ما يخرجش أخته توفت العضية تلاجة ربماية واحد طلب إنه زور والدته لم يسمح لي قبل ما تموت ما تترفض العزاء إن هو يحضره يعني لم يرد على طلبه بحضور العزاء وفي النهاية أو لما تتكلم يقول إنه ما فيش تعاند ضد أي حد وإن الأمور بيحكمها القانون يا أستاذ تامر أيضا وبنقول إنه يستخدم الحافس الاحتياطي كعقوبة الآن وما فيش جهة والنهاب العام ولا يفعل شيء ولا بيحكمه ولا بيففج عنه صحيح أنا وضعي مشين أنا أشكرك بسيط جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان شكرا جزيلا سامح شكري وزير الخارجية هيتوجه بكرة إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان واللي تنعقد يوم الخميس المقبل على المستوى الرئاسي بالبلدين المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال أن نعقد اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين على عقد اللجنة بصورة دورية لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات وبما يرتقي لمستوى تطلعات شعبي البلدين الشقيقين وأكد على عمق العلاقات التاريخية بين شعبي ودي النيل نضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم الدكتور عبدالوهاب الطيب البشير الباحث والخبير في الشؤون الإفريقية في مركز البحوث للدراسات الإفريقية برحب بيك يا فندم معايا وهذه التصريحات دايما في كل الزيارات المتبادلة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية في كل زيارات وزر الخارجية ورئيس الجمهورية في البلدين بنسمع تصحات جيدة جدا عن العلاقات التنائية وعن تطلعات البلدين لكن الواقع أنه على أرض الواقع كثير من الحاجات اللي حصلتش كثير من المشروعات والتعاون التنائي ما حصلش من وجهة نظر حضرتك إيه اللي مأخر هذا التعاون والله يبدو أنه المسألة في العلاقات السودانية المصرية هي علاقات يعني محفوفة بكثير من التحديات والمشاكل من واقع طبيعة البيئة الداخلية للسراتيجية للبلدين وما يعانيه كل من البلدين يعني مشاكل داخلية أضب إلى ذلك ما يعانيه كل من البلدين في المحيط الإغليم والمشكلات الإغليم يعني جنوب السودان إثيوبيا إيريتريا ليبيا حتى إفريغة الغسطة منطقة الشرع الأوسط كلها بمشاكل فهي تغاطعات تؤثر على طبيعة العلاقات السودانية المصرية وأيضا هناك إشكالات في أزمات كبيرة فيما يتعلق بمسألة ملف مياه النيل وصد النهضة وأيضا الأمن المصري المهدد بهذه المشكلة وأيضا العلاقات المصرية الجنوب السودانية أيضا تطل بهذه المسألة وكذلك الأوضاع التي تدور في ليبيا وكذلك التغارب الإيسيوبي الإيريتري يؤثر على هذه المسألة أضف إلى ذلك مسألة أمن البحر الأحمر وما يكتنفه من مخاطر وإشكاليات ومهددات في هذه المنطقة كل هذه الأشياء تؤثر على طبيعة العلاقات المصرية السودانية وتجعل هذه العلاقات علاقات تكتيكية أكثر منها علاقات استراتيجية ولكن تحاول كل من الدولتان باجتهاد وبخطة حسيسة لتجاوز هذه العقبات ونزار الجات هذه الزيارة للرئيس لغزير القارية المصري سامح شكري سيسبغ الرئيس المصري عبد الفتاح السودان لبدء اجتماعات وزارية مشتركة بين هي في لجنة اثنين زايد اثنين أو اللجنة الرباعية التي بها وزاري خارية البلدين ومدراء جهاز الأمن والمخابرات في كل من البلدين أيضا يسبغ غمة الرؤساء اللجنة الرئاسية المشتركة لرئيسي البلدين تمهيدا لجلوس على طاولة مفاوضات للمباحثات حول قضايا كثيرة وحول ملفات كثيرة يعني فهو تمهيد إيه بقى هذه الملفات الكثيرة الدكتورة أبلوهاب هل في أفق لمشروعات معينة هيجري تنفيذها قريبا سمعنا كألام كثير عن الربط البري عن التجارة الثنائية هل في حاجات على الأرض هنشوفها بعد هذه الزيارة ولا هنخرج برضو بالبيانات المعتادة عن التعاون الثنائي والألاقات الجيدة وفقا والله فيما يبدو خلال الملاحظة والمتابعة للزيارة السابقة للرئيس المصر عبدالفتاح السيسي يمكن هذه الزيارة السادسة للرئيس السيسي للسودان ويقال بحسب إفادات المسؤولين والمراقبين بأنه هو اللقاء رغم 24 داخل وخارج السودان ومصر في ملتغيات كثيرة ويمكن آخر لغاء التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس السوداني فخامة الرئيس عمر البشير في المنتدى الصيني الأفريقي في بيجين أو في بيكين وتداولوا على طاولة هذا الاجتماع على هامشي لقضايا كثيرة ويمكن أسست الزيارة التي سوف تكون يوم الخميس الغادم بعد بكرة الخميس سوف تكون هذه الزيارة هم اتفقوا في السابق على ملفات كثيرة وعلى قضايا كثيرة فتح المعابر ولكن يبدو أن المسألية لم تكن بالشكل المطلوب ولذلك فتح المعابر والتجارة الحدودية بين البلدين سوف تكون واحدة من المشروعات المهمة ويقال أنها عشرين اتفاقية أو أكثر من ذلك يعني عشرين اتفاق سوف يدرسوا ويتم النظر في تطبيقه بشكل عملي يدعم شكل العلاقات يعني يخرج من الإطار التكتيكي العابر إلى إطار استراتيجي الدولتين في أحوال ما تقول لهذا التقارب المصري السوداني كذلك هناك حديث حول الرطي كورباي حديث حول السكرة الحديدية ويقال أن على هذه القيمة ستكون هناك لقات لرجال الأعمال وفتح معرض لها الأدوية والمستلزمات الطبية ويقال أن مسألة الأمن المنطقة وأمن القرى الإفريقي وأمن البحر الأحمر سوف يكون حاضرا أيضا في توقعاتي سوف تكون هناك عديد من الملفات الساخنة في الإطار الإغليمي مسألة جنوب السودان والاحتفال باتفاق التسوية السياسية الذي رعاته الخرطوم أو رعاه فخامة السيد رئيس عمر البشير كمسؤول عن هذا الملف ومسؤول عن هذه التسوية السياسية لاستغرار جنوب السودان الذي يهم الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني وأمن البحر وأمن منطقة البحيرات وأمن حوض النيل وأمن القرى الإفريقي هذه أفتكر في تقديري أو برأيي سوف تكون أحضر قضايا مهمة مسألة جنوب السودان في الأجندة المصرية السودانية وليس ببعيد أن يتناول هذا اللغة أيضا ما يدل في الساحة الليبية ومن تطورات متسارعة يعني تعتبر مصر صاحبات قدح مغلة في هذه الأزمة الليبية وقدم الاستغرار في ليبيا وكذلك السودان وكل من مصر والسودان هم دولتين جوار مهمة لليبيا في إطار التنافس المحموم لفواعي الإقليمية ودولية كبيرة جدا في المسألة الليبية أيضا مسألة التقارب الإثيوبي الإريتري وما يمكن أن يحدث من تقليلات في معادلة العلاقات في منطقة القرن الإفريغي وما يمكن أن يؤثر على بسار قضية صد النهضة وفي تغدير وبرأيي أيضا من الأجندة التي يمكن أن تكون خاضرة الملفات التي يمكن أن تكون خاضرة ملف الإرهاب وملف الهجر غير الشرعية لأن كل من السودان ومصر هما دولتين معبر لهذه الإجر وأيضا تعاني مصر كثيرا من مشكلة الإرهاب والإرهابيين وما يمكن أن ما يحدث وخاصا أن المنطقة ملتهبة الآن بعد التطورات والأحداث الجارية في المسألة السعودية والقضية السعودية وهي ليست ببعيد من طبيعة العلاقات السودانية السعودية والمصرية السعودية والسودانية الخليجية والمصرية الخليجية كل هذه قضايا تهم البلدين مصر والسودان ولا بد من تشكيل رؤية بشكل مرحلي أو تنتقل من المربع المرحلية والتكتيل إلى مربع الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تخدم علاقات البلدين ويبدو وبرأيي يعني لا بد أن يتجاوز البلدين مرحلة التسويف للعلاقات وأفتكر هناك يعني إرادة إرادة من الرئيسي البلدين للدخول في علاقات متميزة وعلاقات حميمة وده كان المتوقع من بعد تجاوز فترة التاريخ فترة الفطور والشد المتبادل اللي كانت حصلت في العلاقات المصرية السودانية قبل تقريبا عام الانتهت تقريبا قبل عام وكان فيه طموحات أنه بمجرد تجاوز هذه العاقبة ما يكونش الهدف بس في حد ذات وتجاوز هذه العاقبة ويعني إنهاء الخلافات لكن أن يتم البناء على هذه المصالحة لو جاز تسنياتها يعني بين قوسين من وجهة نظر حضرتك كيف تمت الاستفادة أو إلى أي مدى حصلت الاستفادة من هذا التطبيع وهذا التقارب المصري السوداني والله الاستفادة ليست بالاستفادة الملموسة والتي يمكن أن تحدث تغيير في طبيعة العلاقات بين البلدين على أقل تقدير الاستفادة تمت في مسألة التطبيع ورجوع السفير السوداني إلى مصر بعد الأزمة حصلت برجوع السفير السوداني من القائل الخرطوم لفترة تقارب الشهرين أو أكثر من الشهرين أيضا الزيارة المتكررة للرئيس السيسي دائما ما تعمل لكسر الجمود في العلاقات السودانية المصرية المواجهة كما أسلفت قولا بتحديات كبيرة هي أكبر الملف الأمني وإلا ما كانت هناك لجنة وزارية مشتركة ولجنة رئاسية أولية مشتركة يقوم فيها وزيرية الخارجية ومديرية الأمن والمخابرات في كل البلدين هذه طبيعة العلاقات السودانية المصرية هي علاقات البعد الأمني يظل طاقي على كل الأشياء ولكن في تقديري إذا أمكن للدولتين تجاوز العقبات والتحديات والملفات التي يمكن أن تؤدي لا توتر العلاقات من جديد مثلا مثل قضية حلايب هذه تحتاج إلى رؤية واتفاق بين البلدين أو رؤية من السودان كيف يتعامل مع قضية وملف حلايب وبعض الملفات الحدودية في مناطق منطقة دوتروحلف وما يمكن أن ينتج عنها إذا تداعيت الأوضاع في كل المنطقة منطقة النزاعات الحدودية وإسارة هذه الغلاغ أيضا يمكن أن تؤخر شكل الاتفاق ولكن حوجة البلدين هي تحتم التجاوز والاختراغ السريع لهذه التحديات وهذه المشكلات وزيارات الرئيس عبدالفتاح السئيسي الرئيس المصري إلى السودان تؤكد ذلك يعني هي آخر زيارة كانت في 19 يوليو 19 سبعة 2018 والآن نحن في 23 أكتوبر ويوم 25 أكتوبر بعد يومين سوف يلتغي الرئيسان والرئيس عبدالفتاح السئيسي زار السودان ست زيارات منذ يونيو 2014 وزار في 2015 وزار في 2017 والآن زيارتين في 2018 ونتحدث على سلاسة أو 24 لقاء للرئيسين في محافل دولية مختلفة تكون هناك فيها اجتماعات سنائية على هامش هذه الملتغيات والقمم تجاوزا لمسألة الخلافات والمشكلات المصرية السودانية والمطلوب من الدولتين في هذا التوقيت الحرج الحرج وفي هذا المكان الذي يمتياز بالتقيرات والتحولات بامتياز منطقة الغرن الفريغي منطقة البحر الأحمر حوض النيل هي منطقة التحول والتقير المستمر أحداث في كل الدول بشكل متسارع بشكل لا يمكن مجاراته إذا لم يكن هناك إرادة قوية وحسابات دقيقة بشكل مرحل وبشكل استراتيجي يمكن أن يدفع بها علاقات البلدين إلى الأمام وأنا أقدر أقول أن مصر والسودان محتاجين إلى التقارب وإلى الجدية في الدفع بالعلاقات لا تتحمل أي منعطفات حرقة أو أي توازنات حرقة مصر دولة مهمة في الإقليم لحفظ التوازنات للدفع بعجلة التعاون والخروج من دائرة الصراط أيضا السودان دولة مهمة لتوازنات العلاقات والتوازنات الإقليمية والتوازنات الأمنية العسكرية والتوازنات الاقتصادية في هذه المنطقة على ما يبدو أن الملف الأمن والاقتصادي سوف يكون أبرز منفات التداول بجانب الملف الأمن سوف يحوي مشكلات الدول التي تتقاطع فيها علاقات البلدين وتلتقي فيها مصالح البلدين في هذا الجوار المضطرب وهذا الإقليم المضطرب حوضة النيل والقرر الإفريغي والبحر الأحمر هو صعب أننا ننظر إلى العلاقات المصرية السودانية من غير ما نربطها بشكل عام بالعلاقات المصرية الأفريقية قبل الثورة وفي السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المبارك أو يعني غالبية سنوات حكم كان فيه إهمال متعمد لملف العلاقات المصرية الأفريقية أيضا بعد الثورة مصر انكفأت على ذاتها لفترة طويلة في مشاكلها وتغيراتها الداخلية لكن يمكن في الكام سنة اللي فاتوا بدأنا نشوف اتجاه مصري أكتر نحو أفريقيا وفي القلب منها طبعا السودان من وجهة نظرك كيف تقيم العلاقات المصرية الأفريقية والاهتمام المصري أصلا بالملف الإفريقي في الوقت الحال بكل تأكيد شاهدة العلاقات المصرية الإفريقية تراجع ملاحظة وكثير من المراقبين والمحللين السياسيين وأيضا كثير من الدراسات والبحوث التي تنظر للعلاقات المصرية الأفريقية بشيء من التراجع ويمكن بمسيرة رؤوسة مصر جمال عبد الناصر الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات ومن بعد الرئيس حسن مبارك والفترة البسيطة التي تحكم فيها الرئيس مرسي والآن فترة رئيس المصري أو فخامته عبد الفتح حسيسي هناك تراجع ولكن أروقة السياسة ودوائر السياسة في مصر متمثل في وزارة الخارجية وكل الدوائر المهتمة بمسألة العلاقات المصرية الإفريقية أو أيضا العلاقات المصرية الشرق أوسطية والعلاقات المصرية العربية في العمق الإفريقية أو في العمق الخليجي هي كلها بتسهب في اتجاه البحث عن أراضي مصر علاقات مصر التي كانت متجزرة ومتمددة في إفريقيا والأدوار المصرية التي كانت تلعبها مصر في إفريقيا صحيح الأكيد أنه عودة مصر لأداء هذا الضرغم مصلحة مصرية قبل أن تكون مصلحة للدول التي تتعامل معها مصر يعني في هذا الملف هو العمق الاستراتيجي زي ما أسلفت حضرتك أنا أشكرك شكرا جزيلا من الخرطوم الدكتور عبدالوهاب الطيب البشير الباحث والخبير في الشؤون الإفريقية بمركز البحوث للدراسات الإفريقية أمبارح بثينا على التلفزيون العربي تحقيق استقصائي مهم عن غارق مركب رشيد ضمن برنامج شايفارة وضمن يعني تغطية أكبر على ظاهرة مراكب الهجرة غير الشرعية وكيفية التناول معها خلونا نفكر بهذا الحادث المؤلم اللي وقع قبل عامين تقريبا ومات فيه أكتر أو غرق فيه حوالي 24 من المهاجرين المصريين والأجانب في سبتمبر 2016 حيانو التحقيق كان فيه أكتر من جزء مهم وكان فيه أكتر من كشف جديد وشهادات من الضحايا وتسجيلات جديدة خلونا نشوف جزء من هذا التحقيق إحنا ما شوفناهم مش خالص إحنا كنا بنعمل لوحدنا وهما بعد كده هما بيعملوا الوحدون هما تكلمونا يعني لو في حاجة طلعت ساعدونا ما عرفش وبرحنا ساعدناهم وطلعنا جزتين تاني يوم تالت يوم مش تاني يوم تاني يوم محدش طلع تالت يوم ان السواحل قالت ان احنا أولنا مراكب عشان نشوفوا المراكب وعن الواقع اللي حصلت دي ولكن اتطلح ان المراكب اللي قامت انقاذة الناس دي كانت مراكب مملوكة للأهالي وكانت السواحل مناعاها اصلا ان هي تروح او تتوجه مكان الحدث عشان تنقذ وما سماحت لهمش الا لما نعملها كبرت وزادت عن حد دا فانا ما شبتش للدولة اصلا ما شفناش للحكومة اي مراكب وقد تكون يعني ما توفرتش في الواقع دي ولكن ممكن تكون موجودة لكنها ما ظهرتش في الواقع دي مراكب للحكومة يمكن الفول دائما يتم تقديمه على انه ارخص حاجة يعني في النهاية اللي معهش فلوس هو اللي ممكن يروح يجيب له شائتين فول من على العربية وخلاص يعني يأكل ويشبع والامور تعدي لكن الازمة ازمة ارتفاع الاسعار وصلت للفول كمان فواضح ان خيار انك تروح تجيب برضو سندوتشين فول من على العربية الموضوع بقى مكلف جدا في الفترة الاخيرة وكنا من كام يوم اتكلمنا على زيادة اسعار الفول يعني مؤخرا احنا نزلنا بقى بالكاميرا بتوقيت مصر عشان نشوف يعني ايه موضوع عربية الفول وصلت لفين واسعار الفول وصلت لفين والناس بيتعاملوا ازاي مع هذا الارتفاع وشايفينه ازاي تعالوا نشوف الناس قالوا ايه وهنروح لفاصل صغير نرجع بعده نكمل باقي فقرات برنامجنا حاليكم معنا الناس مش تقتها احنا قفين في الشرعة هو وعاديين نشتغل ومحلش عارفين اصعار ولعت نار 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 يجي الزبون يأكل تلت رغفة والرغفين ويدفعل نسيب تجنيه يجيب حنب كام والزب كام وده بكام وده بكام وده بكام قد اللي هو الناس هتعمل الناس هتعمل أكثر ممكن لان الرافعات على الطالة بيزبون مش هيجي يأكل هيأكل إزاي يأكل أكثر من 6 جنة طلب إزاي أنا كان معاش غالر ضع العربية هنا مشتهم كلام ده بقلو سنتين اتنين بالضبط كله مش كله واحد مشت أنا مشتهم إني مش عارف أطلع العلمية اللي هم عايزينها وفي نفس الوقت مش قادر أخد مصروف لي أنا لبيتي أنا عند ربعيان واحدة في كلية واحد في سنوية عامة واحد إعدادية وقت الضبائية إزاي إزاي تقدر تقول لي يأصرف على ده كله وساكن وخناف إن أنا ساكن أنا بدفع نور وبدفع مية وبدفع غاز من حاجات دي كله يعني حرام حرام والله والله العظيم حرام مدام كل الفل وبع عشرة بقى بعشرين المخروز السندوت شابوا جنبة باتنين أو باتنين باربعة بس طبعا إحنا نشغالين لستة على السعار العديمة بقى بجنه نص الطلب بسيطة جنزة ما هو ما غللناش حاج بس مش عارفين نكسب حاج بجيان هؤلاء ديشتغل برواح معناش حاج بجيبنا غد أنا بالعافة بس طبعا عندنا أمل أن الأرض هدي الزرع الفول يكتر في البلاد بتاعنا اللي احنا بنزرعه من زمان لما يكتر غزبا عن بتوع الفول اللي هم بيستعملو في الإنجليزي والصيني والفرنساوي اللي يجيب فشل كله ويجيب أمراض يعني مثلا تبتر بعد كترة بتكلمو عن المدى البيضة اللي بتعمل فشل كله كله عند المصريين اللي موجود مش هي السبب الأساسي للمرأة هم سابوا المشكلة الأساسية وتكلمو على حاجة فرعية المشكلة كانت أصلا النوع الفول من أول خالص بدله النوع البلدي بالنوع المستورة الإنجليزي ده علف حيواني القشرة بتاعته بلاستيك ما تستويش فإحنا عايزين نزرع عرضنا كيف نفسنا فول بحيس اللي بيشتغل في الفول في البلد هنا كم مطعم أو عربية فول بيبتدي حط لنا سعر مناسب بحيس المصريين طبعاً أغلبية الشعب المصري عاش على عربية الفول أو المطعم الفول الطعمية تلات تربع طلبة الجامعة ما بيدوروش على الككاية بيدور على السندوط اللي هم بيكملوا طوله النهار في الجامعة بيحتاجوا حاجة سعرها معقول النهاردة سندوتش الفول النهاردة عامل 20 جنيه حابيقوا عبطر من 20 جنيه الناس هتجيب منه فماكوش مافيش حد مع الإمكانيات مع طبعاً مع الغلاء اللي هتجون كله مع الفول مع الحدس مع الدرة مع الرز كل دوت بيبقى عيب على المواطن كما طن الفول يطلح 4000 جنيه وشوية بيبقى زي مش هيأثر عليها نهاردة كل الفول الفلدي النهاردة عامل يعني خوش النهاردة في 20 جنيه المستورض بيبقى جاي عمل 14 من 15 جنيه مع الطقار وبعدين في نفس الوقت انت بتتالب مع التاجر تجرب هو ده اللي عايز عايز تاخده حتى اخده مثلا الاستخده غيرك هيشيل وانت هتطر انت لازم تاخد عشان تباشي العمل بتاع فتباشي حركته هالي سبون نهاردة بيجيخوا بيقول بيجيخوا 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 هل حاجة قليلا؟ يعني الناس كنت دمرها يعني مش عارف هذا الفول ده يعني المفهوم الفول ده مجلاش خاطص الشكارة بربا 100 جنيه و 5 كم كم 25 20 كم 15 جنيه تغيار المشال كم تغيار المشال الفول المستورة التغيار المستورة يعني البردي ب17 طول شكل يعني يعني هه ما انا ندرش ينفع السحب انا عدفين اشتغنت تغيار المستورة اكتب قداما كوبك نوم مستورة مش عارفين اشتغل اصلا اهلا بكم مرة تانية في بتوقيت مصر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قال ان الحصانة البرلمانية يجب احترامها ولا يحق لأي جهة ان تتجاوز ما اقار الدستور والقانون ولا اي حد داخلية في هذا الشأن واوضح رئيس البرلمان كمان في كلمته في امام الجلسة العامة للمجلس اليوم ان الحصانة للحماية اثناء العمل ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب موجها رسالة للأعضاء يجب ان لا نستغلها في السب والقصف وارتكاب الجرائم جاء الكلام ده بقى ايه في تعقيبا على ما اثاروا بعض النواب من القرار اللي خادته اللجنة الولمبية ضد رئيس نادي الزمالك على خلفية التجاوز في حقها باقافه واستعرض مرتضى منصور عضو المجلس ما تعرض له من هجوم وتجاوز في حقه من جانب اللجنة الولمبية مرتضى منصور عالب يشتكي من اللجوم والتجاوز والحقيقة انه الموضوع ده يخلينا نقف قدامه كتير يعني الراجل علي عبد العال بيتكلم عن انه لا تجوز او لا يجوز يعني القفز على الحصانة البرلمانية للنواب وانه لازم يتم رجوع للمجلس اولا ماشي هو تم رجوع للمجلس اولا لكن المجلس مرة واثنين وثلاثة واربعة وفي قضايا تهديد بالقاتل وفي قضايا تجاوزات من كل النوع رفض رفع الحصارة عن مرتضى منصور تخيلوا ان الحصانة الدبلوماسية اللي بتكل السفارات الناس خلاص تجاوزتها وتسمح او الدولة نفسها السعودية سمحت بالدخول للتفتيش بيت الانصل والسفارة والانصلية بتاعتها ومرتضى منصور لسه الحصانة بتحميه من كل شيء في الحقيقة انه الانحياز الواضح ده من جانب رئيس المجلس لعضو ارتكب يعني كومبو كده من المخالفات حقيقة مش مفهوم خالص خلوها رحب بالعبر الأقمار الصناعية بالأستاذ عبدالفتاح أحمد الناقد الرياضي عبدالفتاح يعني كيف رأيت المدخلة أو تعقيب الدكتور علي عبدالعال على الأزمة المطروحة بين مرتضى منصور واللجنة الأولمبية وهل المفروض اللجنة الأولمبية عشان تاخد قرار بإيقاف شخص هو رئيس نادي في إطار عمله كرئيس نادي ملوش أي علاقة بعمله البرلماني المفروض برضو ترجع للبرلماني الأول قبل ما كانت تصدر هذا القرار بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك صديق العزيز تامر وأنا بسادة المشاهدين تعليق الدكتور علي عبدالعال كلنا قرأنا اليوم في الحقيقة وتعليق صادم يعني حتى الدكتور علي عبدالعال بيناقد نفسه فيه في الوقت اللي هو بيقول فيه أن الحصانة البرلمانية لا يجب القفز عليها أو لا يجب تجاوزها قال في الوقت نفسه أن لا يجب استخدامها للسب والقصف وارتكاب الجرائم والتشهير بالناس يعني أيل ده وقال ده زي أن الدكتور علي عبدالعال لحد اللي للوقت مش حاسس أن العدو البرلمان السيد مرتضة منصور بيسيب وبيشهر وبينتقد يوميا يوميا بيتجاوز في حق ناس كبيرة وناس صغيرة ناس رياضية وناس غير رياضية تجاوز كل التجاوزات تجاوزات فقط الحدود وتجاوزات كلها مناش علاقة بعامل النيابي ولا عامل البرلماني تجاوزات ليك رئيس نادي وليك شخص عادي ملوش علاقة خالص بالدور النيابي اللي بيأديه لو كان بيأديه أصلا يعني بس خلينا نقف برضو سعب الفتاح عند وقعها ممكن تكون يعني كاشفة في سكة أنه كيف يتم القفز على هذه الحصانة البرلمانية في حالات إذا كان الهوى العام في هذا الاتجاه زي ما شفنا في حالة الدكتور مصطفى النجار اللي صدر حكم نهائي بحبسه 3 سنين وحتى الآن هو مختفل الصوت ضعيف شوية طيب سمعني كده بوضوح سعب الفتاح لا تقريبا لا سمع كويس طيب يعني خلونا نحاول نحل يعني المشكلة اللي في الصوت لحد ما يرجع لنا سعب كنا يعني حابين نقارئ الحقيقة بين اللي حصل من الدكتور علي عبد العالي النهاردة بخصوص نائب يعني لم يسلم أحد من تجاوزاته وشتائمه وتهديداته وبين اللي حصل مع الدكتور مصطفى النجار على كلام قاله مش بقى كدكتور أسناء لا دقاله كنائب داخل البرلمان وصدر حكم بحبسه 3 سنين عليه حكم نهائي وهو الآن مختفل نتمنى له للسلامة ونتمنى يعني نطمن عليه في أقرب وقت ممكن لكن هذه المقاربة تقولك إنه زي بي تم استغلال هذه الحصانة فقط هي مش بتحمي النواب هي بتحمي شريحة معينة من النواب على رأسها بالطبع مرتضى منصور نتمنى صعب نفتاح تكون سمعنا دلوقتي طيب واضح إنه ما زال لسه فيه خلل في الاتصال فالحقيقة أنا مش عارف ليه أصلا يدخل رئيس مجلس النواب في حاجات خص رئيس نادي وعلاقته مع الأولمبية المصرية أو اللجنة الأولمبية المصرية يعني ده شأن رياضي بحت في قضية رياضية بحتة فبالتالي بيتاخد فيها القرار في نطاق اختصار هذه اللجنة فما تجيش تقول لي حصانة برلمانية أنت هو ما كانش مقدم طلب حاطة ولا كان يعني في دايرته بيأمل حاجة فبيعاقب عليها دي حاجة في سياق ممارسته كرئيس نادي يعني أنت عايز تقول لي لوقتي إنه رئيس نادي لما بلاش رئيس نادي رئيس شركة لما يرتكب مخالفات ويسرق فلوس عادي ما دام هو عنده حصانة برلمانية مفهولة الحصانة برلمانية موجودة لهدف معين إنها تمكن النائب من إنه يؤدي دوره في هذا السياق سامعنا؟ آه سامعك فبنتكلم عن إنه مفترض إنه الحصانة مش علشان تحميه في صراع مع اللجنة الأولمبي أكيد أنا متفق معك تماما هو دلوقتي مرتضى منصور من البداية خالص هو عارف كواعد اللعبة في مصر هو عارف إزاي يهاجم عارف الخطوط الحمرة هو ما بتجوز الخطوط الحمرة عارف حدوده لحد فين علشان كده تلاقي إنه واحد زي دكتور علي عبدالعالب يحميه دكتور علي عبدالعالب نفسه في جلسة من الجلسات قال أنا عندي مئات البلاغات مرتضى منصور كلها بلاغات بتطرفت لحد دلوقتي من يومين ثلاثة هاني زاد عدو مجلس إدارة نادي الزمالك طلع له أمر ضبط وإحضار لأنه في قضية أموال عامة في الزمالك وفي تجارة بعملة وفي مدير المتابعة متحول للتحقيق وفي مدير المالي هربان يعني في قصة كبيرة المفروض مرتضى منصور متورط فيها لكن طبعا السبب الحصانة وأنهما مش قادرين يحققوا معاه أو أنهما يوجهوا له اتهام رسمي أو يوجهوا له دعوة للتحقيق معاه يعني استدعاء فحولوها العدو مجلس إدارة وحوليها الموظفين المالية في النادي لكن زي ما بقولك هو الدكتور علاء عبدالعال بيحمى مرتضى منصور البيان اللي طلع أو التصرحات اللي بيقولها الدكتور علاء عبدالعال ما لهاش علاقة بزي ما حضرك زكرت دي مخالفات راجل تجاوز ودي أمور رياضية الرئيس اللجنة الأولمبية من حقه أنه هو لما يتشتم هو رئيس اللجنة الأولمبية مش هو اللي بدأ السيد مطالة منصور هو اللي طلع في برنامج تلفزيوني وانتقد الرئيس اللجنة الأولمبية المهندس شام حطب هو وأعضاء مجلسه والمستعدات وسط وصورة أنا يعني بخفف بخفف الله وانتقد كل الناس من حتى انتقد أي حاجة أو المفروض يعني لكن التجاوز والشتيمة والسب والقصف هو للمفروض ما تحموش الحصانة البرلمنية وده اللي أكرى عليه الدكتور علي عبدالعال نفس وانت قلت أنه لا يجب أن يتم استغلال الحصانة البرلمنية في السب والقصف طيب ماذا لو استغلالها عضو في السب والقصف ما هي دي الحالة اللي قدامنا علشان كده أنا بقولك رئيس البرلمان دكتور علي عبدالعال نقد نفسه إزاي أنت دلوقتي بتقول لا تستغل للسب والقصف وشايف عضو عندك في المجلس بيسب الدنيا كلها يعني داخل وخارج ده الحد أمس في فيديو مطلعه وقال حتى أنا هاحضر ماتشكينيون كان في مباراة طبعا لزمالك في الكاس أنا هاحضر المباراة دي لو لو ما فيش جلسة مجلس نواب لكن للأسف في جلسة فأنا غالبا مش أحضر طبعا مش هيحضر لأنه هو الحد دلوقتي هو بيلاعب هو بص هو بيلاعب هشام حتب هشام حتب مشكلته كمان حتى أنت لو قرأت التصريحات علي عبدالعال هتحس أن فيها تهديد لهشام حتب رئيس لجنة الهنبية لأنه قال له مضمونه كده أن أنت لو تجاوزت هنستدعيك ومش هيكون لك مكان عندنا ومش هيكون لك مكان في مصر تقريبا يعني اللفظ اللي قايله نوع من التهديد لشام حتب وشام حتب طبعا يعني هو ومش أول تهديد ولا أول شخص يعني يخضع لهذا النوع من التهديد خليك ما أسعب فتاح لأنه زي ما فيه مشاكل النهار ده تخص اللجنة الأولمبيية وإخناقة مرطان منصور كان فيه أيضا خبر جيد وهو تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا النهار ده النهار ده يعني ده من دقايق وليلة الأهلي الحمد لله صعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تلقى الخسارة في الجزائر من وفاق ستيف بهدفين مقابل هدف في حين أنه كان كسبان في القاهرة اتنين لشيء الحين أنه كانت مباراة صعبة جدا وعصيبة جدا على جمهور الأهلي وعلى اللاعبين وعلى الجهاز الفني وكان فيه جزء يعني من المباراة كده الجو تكهرب وكان فيه قلق على أنه الأمور ممكن تفلت والأهلي ممكن يعني الهدفين اللي كان محتاجهم وفاق ستيف يتلقاهم بعدما تلقى هدفين بسرعة جدا طبعا الملعب كان صعب الأجواء كان صعبة الملعب نجيل صناعة مش متعود على اللاعبين مساحته أصغر أجواء جماهرية صعبة كمان كان فيه مشاكل فيما تعلق بالإدارة الفنية لباترس كارتيرون في المباراة خلونا نرحب عبر الهاتب لأستاذ أحمد أويس مدير تحرير جريدة الفريق رحب بيك يا أستاذ أحمد مبروك لنادي الأهلي صعود لدوري أبطال أفريقيا عبالما مبارك له إن شاء الله الفوز بالكاس التسعة كيف رأيت المباراة اليوم وتحديدا التعامل الفني من جانب كارتيرون مع سير المباراة أهلا بك يا تامر وأهلا بمشاهدة الزون الحياة المتشاطة الزيدي تدون على الحمد لله نسكت نقول الحمد لله نحن الأهلي يقدر يحقق الفوز والجماهير تسكت الحياة تحية الجمهور فاقص طيف جمهور رائع والحياة لازم نفسه إيمة الجمهور وما ينفعش الأهلي يلعب المتش هنا في السيم الفاينال وسكت تنزيم متفارج ويقولون يلعب المتفارج ومعب نار يعني حقيقة نار فحقيقة نار فأتمنى إنها ما تتكررش أزمة المباراة السيم الفاينال الأهلي أداءه أداءه أداء المباراة دي اللي هو اختف وجدي وفعلا خطف ولكن خطأ يعني طفولي من أحمد الشناء ولا بدع المباراة وخلى الدنيا كهربة بدون داعي ولكن الأيد العيد الأهلي سيطروا وشناوي نفسه رجع وأنقذ كام فرصة خطيرة جدا الحقيقة يعني رغب أنه هو اللي عاد بإيده الفريق الجزائري للمباراة بخطأ يعني سازق جدا كان سهل جدا يطلع على الكرة ما يحاول شناء لكن برضو بعد ما أخطأ يعني عالج الخطأ بأنه أنقذ أكتر من كرة كانت خطيرة جدا الحقيقة وهو شناوي المتشاة الحمد لله رب أنه وصلنا ما نتكلمش عن خطأ تتكلمش عن تاكتك كانس على أي حاجة قال إن الحمد لله الأهلي وصل الأهلي قدامه فترة عشر تيام بالظلط المتشين قدام التراجي 2-11 و9-11 الجمعة بعد القادمة والجمعة اللي بعدها ما فيش وقت طويل الأهلي إصاباته كتير قوي هيكتفي بالمجموعة دي وخلينا نقول إنه نعرفنا إنت لعبك كبار يا تامر في المباراة دي يعني ما ينفعش إنت تقائمتك محدودة وتسافر وإنه من زكريا يعني ما ينفعش على الأقل كنت ممكن تحتاجوا في رتما المباراة صحيح خصوصا إنه أنا يعني أحمد ما عرفش وجهة نظر إنه كان الأزمة الكبيرة وجود أحمد حمودي مع أحمد فتحي هو الحقيقة دفاعيا قليل جدا وإنت رايح مباراة صعبة قدام فريق صعب على ملعابه قدام جمهوره فالأولوية أن الأجنيح هتعرف تدافع لكن الحقيقة إنه وجود حمودي في الجابهة اللي جنب أحمد فتحي صرف نظر إنه ضيع كمان جمع يضعش لكن وجوده كان سامح لفريق جزائر وإنه يخترق هذه الجابهة دايما لأنه بيواجه أحمد فتحي بس لا كان فدفعه بعدين حتى لما كارتيرون بدلوا وجوده إسلام محارب والدان فتحي وجود حمودي والدان مامر أشرف المدير الفاني وفاق الصيف غير وراح لعب على الجابهة اللي فيها حمودي يعني الراجل صحيح هو عارف اللعب يعني باللعب بالضبط يعني الحقيقة قدر المباراة بمنتهى البراع والحقيقة وفاق الصيف كان يستحق الفول وفاق الصيف عدى مباراة رائعة آه حلوله كانت قليلة كانت قليلة كانت قليلة معلقة واحدة ولكن التسعين ديها تقريبا لأهل مراحش غير بكرة وليت سنوان وكرة أحمد حمودي فانحية أداء الأهل محتاج تركيب إصابات كتيرة عندنا أحساق بس زي ما تقولت أدي المباراة تلعب اللي تكسب يعني مش محتاجين أداء مش هتستفيد حاجة لما تروح تقدي كل ما عندك وتاخد جنين ثلاثة وتخرج من البطول والحقيقة العام الماضي يعني أبسط دليل يعني في العام الماضي احنا قدينا مباراة رائعة قدام الوداد هنا وخرجنا متعديلين واحد واحد وقدم مباراة أروع في الأغرب وخرجنا ثلاثين واحد الحقيقة الأهل يصل المكسب أداء ولو مش بأداء يبقى المكسب وخلاص تشعر في النهاية بشكورك أحمد مدير تحرير الجريد الفريق شكرا جزيلا وسأل فتاح هرجع لك مرة تانية بسؤال فني أيضا حوالين تغييرات كارتيرون أولا اختياره للتشكيل يصر على أنه يلعب 4-2-3-1 في مباراة صعبة قدام خسم صعب عنده وسط ملعب قوي ما استفدتش أنت خالص بالتلاتة لتحت رسل الحرب في حينك لو كنت لعبت مثلا بتلاتة في قلبه نص الملعب كان ممكن تسيطر على نص الملعب بشكل أفضل هو كارتيرون واضح أنه برضو يعني مجبر أنه يلعب بالتغييرات معينة أو بتشكيل معين لأن الأهلي في الفترة دي طبعا والفترة اللي فاتت بيعاني عنده غيابات وعنده إصابات كتيرة وعنده ضغط مباريات فهو طبعا كان مفروض يلعب بأسلوب دفاعي أكتر من كده وخصصا أنه حتى لما تابع رتم المباراة وحس أن أهلي مضغوط ووفاك سطيف يهاجم بشكل كبير كان لازم يراجع نفسه في النقطة دي لكن هو حتى الشناوي الناس الذي زعلنا من الشناوي الشناوي الحمد لله أنقص فرص كتيرة هذا في التعادل بس هو الخطأ طبعا خطأ طبعا من المفروض ما يطلعش من حارس النادي الأهلي لكن هو الخطأ وارد لكن هو ووفاك سطيف هاجم طبعا بشكل كبير جدا واستغل أن الأهلي طبعا كان فاتح خطوطه لحد ما وكان التشكيل اللي هو بلعب به تشكيل هجومي واستغل ووفاك سطيف الكلام ده لكن هو ووفاك سطيف ما كانش موفق اليوم ضيع فرص كتير والنادي الأهلي كان الحمد لله موفق والحارس المرمى شكرا هو هدف وليد سليمان اللي تقريبا أنهى كلها وده الأهلي يعني هذا السؤال كان الطبيعي بعد ما يجيب النادي الأهلي هدف وليد سليمان اعمل بقى التغيير اللي هو كان مفروب من بداية المباراة ووقفل نص الملع لكن ده ما حصلش غير بعد ما تلقى الهدف أنت بص مش عارف المدرب هو أضرب بظروف فريقه يمكن البودلاء اللي معاه مش واثق فيهم قوي يمكن مش حابب يغير الخطة يمكن حس أن اللعبة هو مراهن عليها وحس أنها تكمل معالي النهاية وطبعا الحمد لله هذا اللي حصل لأن المدرب هو اللي عارف ظروف الفريق وأكيد زينا احنا كلنا كنا شايفين الأهلي مضغوط وأكيد المدرب كان شايف الأهلي مضغوط لو كان يقدر يعدل في الخطة أو يلعب بأسلوب دفاع أكتر طبعا كان يبقى أفضل لكن حسابته الله أعلم أعرف أن أهلي كان مضغوط بشكل كبير جدا خصان بعد الهدف الثاني وحتى قبل الهدف الثاني الأهلي تقريبا طول المباراة مضغوط بشكل كبير طيب ننتقل للمباراة النهائية شايفها أولا من حيث التراتبية بتاعة اللعب لأنه سمعنا كلام من بعد ما صعد الترجي أنه الأهلي هلعب الزهاب في الرادس والعودة في مصر هل ده صحيح الأهلي العودة في القاهرة وشايف المباراة بشكل عام وفرص بأهلي أو المباراتين هي طبعا تبقى مباراة تهانينا طبعا لنادي الترجي وبرضو لازم نقول هردي لك لوفاك ستيف قدم مباراة عظيمة هي طبعا تبقى مباراة زي مننا أحمد عويس قال الفترة قصيرة جدا الأهلي مش هيقدر يغير أوه في التشكيل غالبا هيلعب يعني التغييرات تبقى محدودة جدا لأنه ده تشكيل اللي لعب به مباراة الترجي طبعا هو المباراة الأولى زهاب هتبقى في القاهرة المباراة العودة هتبقى في رادس ملعب رادس طبعا ملعب زي منقول كده وش حلو عن نادي الأهلي فيه إنجازات كبيرة ومباراة الترجي الأهلي والترجي تقابله في دول المجموعات صحيح النسخة دي نسخة 2018 الأهلي طبعا تعادل هنا تعادل في مصر ونجح أنه يفوز في تونس فأنا أتوقع أن الأهلي عنده روح البطل يعني الأهلي 12 مرة دي المرة الـ 12 يوصل فعل النهائي عنده النجمة التسعة الترجي نفسه دي تقريبا سادس مرة يوصل للنهائي حتى الترجي يوصل للنهائي الأهلي عنده بطولات أكتر من المرات التي يوصل فعل لنهائي الأهلي يبحث دلوقتي عن النجمة التاسعة فأتوقع أنه تبقى عشان حساسية مباراة تبقى صعبة زي ما قلنا الأهلي يعاني عنده شوية غيابات عنده مشكلة مؤمن زكريا لكن أعتقد أن الأهلي عارف هو عايز من مباراة وهيقدر يخلص المباراة من لقاء الزهاب وحتى في مباراة العودة زي ما حصل قبل كده في دور المجبوعات هو نجح أنه يفوز على الترجي في تونس فالأهلي يعاني دائما المشكلة في أنه يكسب الترجي هنا في القاهرة نتمنى إن شاء الله أنه يكسر القاعدة المرادة ويكسب في القاهرة ويكسب في تونس ويفوز بالمباراة ويفوز بدولة أفريقيا شكرا جزيلا سيد عبد الفتاح أحمد الناقد الرياضي شكرا على هذه المشاركة خلصت حلقتنا النهاردة من بتوقيت مصر بكرة إن شاء الله نكون معاكم في حلقة جديدة تسبح على الفحير اشتركوا في القناة